تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد دالاً هيانا ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أجلت الهيئة ثمانية وسبعين شخصاً من سكان بناية الخالدية التي تضررت بسبب انفجار أمبو بغاز وأسكنتهم بأحد فنادقابو ظبي ويشرف فريق من متطوعي الهيئة حالياً على تيسير أمورهم وتوفير جميع احتياجاتهم اشتركوا في القناة